هذا وترأس القصة اندريا زاكي رئيس الطائفة الانجلي احتفالات عيد القيامة المجيد في الكنيسة الانجلية بمصر الجديدة جاء الاحتفال بحضور قيادات الطائفة وعدد من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة والديبلوماسيين احتفالات بسبت النور وعيد القيامة المجيد صلوات وترانيم ترسم ابتسامة على الوجوه وتجدد الروح ملأت ارجاء الكنيسة الانجلية بمصر الجديدة واستحضور كبير من المحتفلين والقادة الانجليين نعايز اهني شعب مصر كله لان الاعياد تتلاق عيد القيامة المجيد مع عيد الفطر المبارك ونحن في هذا الشهر الفضيل مصر لها طابع خاص مصر تقدر الانسانية ومعنى الجيرة والاخوة التي عشنا فيها منذ الجدود هي حاجة كويسة ان مصر كلها تحتفل مصر كلها بتصوم مصر كلها بتعيد رسالة للمصر كلها نتمنى الخير والسلام لكل مصر والكل الناس كلها عيد القيامة من الاعياد المهمة جدا والفريدة من نوعها في مسيرة المجتمع المصري منذ سنوات طويلة نحرص في هذا اليوم على الحضور هو يوم عيد لنا جميعا نحضر فيه نقدم واجب التهنئة لاخوتنا المسحيين ولكنيسة الانجيلية على هذا الحدث الفريد يتضمن الاحتفال بالعيد صلاوات ورسالات حب للسيد المسيح وكلمات عظة للحضور وفور انتهاء الاحتفال يتوجه الاهالي لبيوتهم ليحتفلوا بانتهاء الصوم الكبير ليأكلوا كل ما هو حلو المضاق العيد في القموس هو ملاقات الانسان مع الله العيد كمان هو ملاقات الناس ببعضها فاحنا كده في عيد كل يوم بنتقبل مع بعض عيد لكن تزمن الوقت في عيد القيامة وعيد الفطر مع بعض دي حاجة جميلة ويعني كده ما تعرفش جاتي ازاي لكن عاوز اقول لك ان الله في حكمته عاوز يقول ان احنا نفرح مع بعض ونصوم مع بعض ونعيد مع بعض لا يمكن لأي دولة من الدول أو أي حضارة من الحضارات ان تتقدم الا على اساس من قيم التسامح وقيم الانسانية وقيم التعايش المشترك الله موجود في كل مكان ولكل الناس متاح ودي بدي رسالة امان وسلام لنا انه احنا كلنا كابناء وطن واحد عايشين مع بعض بمحبة وسلام ويعد عيد القيامة اخر ايام اسبوع الالام الذي بدأ باحد السعف واستقبال السيد المسيح في القدس ويليه ستة ايام من ايام الصبخة وخميس العهد في العشاء الاخير وسبت النور يتزامن عيد القيامة المجيد هذا العام مع عيد الفطر المبارك ليحتفل المصريون جميعا باعيادهم واستفرحة وبهجة وليرسلوا رسالة سلام ومحبة للعالم اجمع كريم بيبرس التلفزيون المصري